نشر طبيب لبناني نادر صعب منشورا على صفحته على فيسبوك وهو يلتقي رئيس الجمهورية في العراق طارحا مقترحا بإنشاء مستشفى نادر صعب في بغداد حسب ما ذكر الطبيب نفسه في منشوره وأضف الصعب في المنشور الذي أرفقه بصورة له من القصر الجمهوري في بغداد بأنه تداول مع رئيس الجمهورية في العراق موضوع التطورات في القطاع الصحي العراقي وأنه اقترح إنشاء مستشفى الدكتور نادر صعب في العاصمة العراقية معربا على اعتقاده بأن بغداد ستصبح مرجعية للعالم العربي في هذا المجال